مرحبا أعزائي الصغار سندرس اليوم حرف الزاي قرر الأطفال في ذات يوم الذهاب إلى ضيعة العم حمزة ومساعدته في جمع محصول الزيتون وفي إحدى أيام عطلة الأسبوع دار الأطفال ضيعة العم حمزة وانطلقوا في العمل وسط جو من النشاط والحيوية سلت رمزي وزين بالزيتون وفرز حازم الأوراق وبعد مضي وقت من الجهد والعمل أخرج العم حمزة قارورة الزيت من قفته وتساءل محتارا أين الخبز؟ مأمأت العنزة ماء فضحك الأطفال واقتربت فائزة من العم حمزة وقالت يا أبي يا أصدقائي هذه خبزات ساخنة من دقيق القمح التونسي هيا أكلوا بزيت الزيتون البكر هنيئا لكم وفي المساء وعند الانتهاء من العمل شكر العم حمزة الأطفال وبات المحصول وفيرا يمكن أن نجد حرف الزي في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول في وسط الكلمة كأن نقول مزمار مزرعة جزر مزمار مزرعة جزر في آخر الكلمة كأن نقول خبز برواز ماعز خبز برواز ماعز مزرعة مزرع جزر ن 차�غي مزر اشتركوا في القناة